ودلوقتي يجي معدنا مع فقرة سكوب الأسبوع اللي فات كان أكتر موضوع شاغل الناس على السوشال ميديا هو أفلام العيد وإرادات أفلام العيد وشفنا كلام كتير وخناقات وأرقام غريبة جدا بتتقال عن بعض الأفلام اللي تم عرضها الموضوع طبعا ما وقفش لحد هنا لأ ده كمان شفنا تقييمات مختلفة للأفلام ولو ما كنت شفت أي فيلم فيهم حتلاقي ناس بتقولك أن الفيلم ده عظيم جدا وناس تانية بتقولك الفيلم وحش قوي وطبعا ده اللي شفناه من فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني واللي حصل عليه حالة كبيرة جدا من الجدل ولقينا ناس كتبة أنه فيلم حلو قوي وناس تانية بتنتقد الفيلم بشكل كبير جدا المشكلة أنه كل الكلام ده كان عبارة عن قراءة شخصية من ناس اتفرجت على الفيلم وملهاش أي علاقة بالنقد الفني لا من قريب ولا من بعيد وعشان نفض الاشتباك ده ونعرف أكتر عن سباق أفلام العيد هيكون معنا دلوقتي على زوم النقضة الفنية دعاء حلمي إزايك يا دعاء؟ أهلا بكي مسائل خير عليكي مسائل خير طب ليه إحنا بقى عندنا 100 مليون ناقد فني على السوشال ميديو؟ هو بينيو بينك وفي كل الزواهر وفي كل الترنديات وفي كل الأحداث اليومية كل واحد على صفحته بيقول رأيه فبالتالي تحولنا أكيد لـ 100 مليون ناقد على كل المستويات وفي كل القصائد فده طبيعي يعني بقى خلاص شر لابد بينه بس أنا شايفة فيه ميزة أن الناس تعبر عن رأيها وتقول رأيها بحرية في أي فيلم يعجبها أو لا بعيدا عن الحسابات اللي أحيانا بتحكم النقاط يعني طب أنا كنت عايزة عليك سؤال الناس ليه بتزعل أن على السوشال ميديا بنلاقي فعلا فيه الميت مليون ناقد وفي الآخر الواحد بيقول طب مش الأفلام دين مفروض تكون بتعجب الجمهور أو الحد وما ليه بيزعلوا بعد كده أن مثلا الجمهور هو اللي بيقول رأيه أو أن الحاجات دين مفروض تتساب للنقض الفني بوسي لسه ما قدرناش ننظم العلاقة بخصوص السوشال ميديا عموما إمتى الحريتك تنتهي إمتى حريتي أنا تبتدي إيه اللي أقبله إيه اللي مقبلوش لأن برضو فيه عندك حالة تحسس وحساسية رهيبة من بعض الفنانين أنه ما بيحبش يسمع الرأي الآخر أو مزيعة أو إعلامي أو واتفر وبتلاقي فجأة الصفحات دي بتتقفل بيتعمل بلاغات على الصفحات مع أن الممكن يبقى مجرد رأي طبيعي فبالتالي العلاقة التنظيمية لما بين المستهلك أو اليوزر للسوشال ميديا وما بين المعنى اللي بيتقبل للنقض دوت لا إحنا لسه عندنا مشكلة كبيرة في التنظيم وده أعتقد أن هو محتاج عادة التنظيم بجد يعني طب هو فيه كام فيلمة بالضبط تعرضوا في العيد؟ عندنا أربعة، كان عندنا بيت الروبي، البابا، طبعاً تامل بارسني، تاج وعندنا مستر اكس أوكي، طب إيه أخبار الإرادات بتاعت الأفلام حتى الآن؟ ومين متصدر أقل وأكتر في الإرادات؟ بسي هو تقريباً يعني طبعاً بيت الروبي هو متصدر الإرادات بإرادات جيدة يعني بس أنا بصراحة وبعدها الثلاثة اللي جايين وأعتقد أقلهم أو يعني هما الثلاثة بيتساوؤ يعني ما كيش عندنا حد قل قوي وده الحمد لله ده شيء هايل إن دايما كان بيبقى فارق وجاب رهيب فبالتالي فكرة الإرادات أنا كناقضة أو حتى كجمهور المفروض ما يعني لكش الإرادات لأن أحيانا بيبقى فيلمي إرادات كبيرة جداً بس مش محقق حاجة على الأرض بجد تاني حاجة فكرة الإرادات دي نسبية جداً يعني ما تقدريش تقرني إرادات السنة دي بإرادات السنة اللي فاتت لأن السنة اللي فاتت الأسعار أكيد اختلفت كتير طبعاً فبالتالي ما معتقدش إن ده معيار صحيح وصادق وبيبين أي حاجة لأن الحقيقي إن المفروضي بعدد الكراسب صح عشان نقدر دقول إن أنا إقبال لكن طبعاً واضح إنها كمؤشر إن طبعاً فيلم بيت الروبيض أعلى الإرادات طب في أي مفاجآت شفتها في الإرادات السنة دي لأ بصراحة أنا شايفة إن هي المفاجأة كانت مفاجأة حلو إن الإرادات كلها كويسة إن الناس في إقبال من الجمهور وده كان الحقيقي غير متوقع بس متوقع للأفلام لأن الكواليتي بتاعتها عالية فتوقعت إن كمان الإرادات تبقى جاية إلا زي ما حاصل قريدي بس بنشوف على السوشال ميديا إن فيه أرقام كبيرة جداً عمرنا في حياتنا ما كنا بنسمعها قبل كده هل الأرقام دي بيكون صحيحة؟ لا، دي بقى اللي إحنا ندخل بقى وبالأسف إحنا ما عندناش سورس قوي لكن مفروض إن إحنا بنحكم على اللوجيك العقلياً بنقول إيه إحنا سبعنا عارفين إن فيه فنانين معينين بيحبوا يصدروا أرقام كبيرة قوية إما بيتبقى أرقام كده وخلاص إما أرقام كمان معتمدة على السينيبات اللي في الخليج فده برضو معيار غلط فعشان كده بقول ما نبوصش للإرادات يا جماعة اللي يقول يقول أنت تفرج عن فيلم وحكم أو أن يبقى عندك ناقد ثقة ناقد بروفشنل بقى أو حد بتصغفر أي صديق لك عارف إنه زائقة ومتفقة معك لكن فكرة إن أعتمد على الإرادات دي لا مش عدل لأي حاجة غير إن الحمد للصناعة تبدو بخير يا ربي يعني طب إحنا كنا سامعين عن عدد من الأفلام أكتر حيتم عرضها في العيد ليه العدد ده قاله بقى أربعة أفلام بس لأن المنافسة شارسة كان عندك محمد رمضان بس خرج أو قالها عنز وشاكل في الجرافيك أو لسه مخلصتش لسه الفيلم وده كان قرصائب منه لأنه لو كان نزل أنا شايفة أنه كان أفضل من ناحية الصناعة أنه هو ينزل فكرة المنافسة يعني لكن طالما ما نزلش يبقى ده تمام يبقى الإرادات تورتة تتقسم على أربعة فقط وأنا شايفة أن ده عدد جميل لأن في العيدة القبل كده لأ كان بيبقوا اثنين وكان بيبقى ثلاث أفلام وده يبقى فيلم قوية وثلاثة أفلام وفي السنين اللي فاتت كمان كان ممكن يبقى العيد كلك في فيلم واحد يعني في العيد اللي فات ممكن نكون شوفنا فيلم واحد بس اللي كان موجود في العيد في السنين اللي فاتت كان تقريبا موجود برضو أربعة بس تلاتة مستوىهم وقلائل بس كان عندك فيلمين هما لمستوىهم جيدة اللي هو فكرة فيلم هارلي بعيدا عن مستوى قصدي أنا قصدي فكرة أنه هو هاي باجت أوكي وبطولة طبعا بصل كبير زي محمد رمضان وكان فيلم يوم 13 طيب شفنا برضو أخبار أن في أفلام اتصدارة الإيرادات في السنينة الخليجية على حساب أفلام أجنبية إيه القصة ده لأن مسم العيد الأطحى يعني وتحديدا في الخليج بيبقى راجح طبعا للأفلام العربي بشكل عام وده الطبيعي لأن هما طول الوقت دول الخليج يعني بتحب الأفلام المصرعية عشان كده دايما تلاقي الفنان أي فنان منهم بيقولك أنا في الخليج إراداتي من حق كام مليون وكام مليار أيوما أنت سعر التسكرة بكام حضرتك؟ أقل سعر التسكرة في الخليج بما يوازي 600 جنيه أنت متخيلة؟ وده رقم كبير جدا طبعا بقى 6 أضعاف فطبيعي إن إيراداتك تبقى أكتر من مصر ب6 أضعاف صح طيب بعيدا عن أفلام العيد هل في أفلام حيتم عرضها قريب في موسم الصيف؟ ومين من أفلام العيد مكمل؟ أعتقد أن كله هيكمل وده شيء جيد أن العيد الأطحى لاحم كده في الصيف فأكيد هيكملوا الأربعة غير بقى طبعا محمد عد الإمام نازل محمد رمضان نازل هتلاقي فيه موسم سينمائي أعتقد أن هو جيد جدا أوكي النقيدة الفنية دعاء حلمي بشكر حضرتك جدا على المداخلة ألف شكر تسلام علي مرسي وبكده تكون خلصة فقرة سكوب تسلام علي مرسي